ما بيبقاش غريب ولا مستغرب انك تلاقي اختيارات لابناء الاهلي في مناصب دولية رياضية رفيعة اخرهم الاستاذ الدكتورة علام الشيف واحد من نجوم وابناء وابطال تنس الطاولة في النادي الاهلي والمنتخب الوطني والاتحاد المصري لتنس الطاولة والاستاذ بطب الاصر العين اختير هذا الاسبوع نائبا للرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ليه للشؤون المالية بصوا السقة في الامانة يعني ده مطلع بامانة سندول الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بصوا القيمة والثقة والامانة وتقدير النزاهة واحد من كان عضو مجلس ادارة في الاتحاد تنس الطاولة ثم رئيس للاتحاد ونائب رئيس اللجنة الاولمبية ومناصب دولية كبيرة وهو كلاعب فز ومن اسرة في تنس الطاولة تاريخها سايب بصمة عميقة صحيح بناته واولاده واعفاده وعملين في تنس الطاولة حالة يعني نهال بسم الله ما شاء الله دينا دينا ودينا ما أنا بقول لك نهال اخت ودينا بنت ما أنا بقول لك ودينا بعدها دا دينا دلوقتي من ضمن تلاتين مختارينهم الأكثر تأثيرا تحت تلاتين سنف على مستوى الفتيات في العالم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه تهنئة للدكتور علاء مشرف والأيضا المهندس هشام خاطب رئيس اللجنة الأولمبية قدم تهنئة للدكتور علاء مشرف وقال وزير الرياضة أن مصر مليئ بالكوادر الرياضية والشبابية الوطنية التي تهدف لخدمة بلدها بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل اللجنة الأولمبية المصرية نشرت على صفحتها الرسمية برقية تهنئة أنه يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حاطب إلى الدكتور علاء مشرف نائب الرئيس وأمين السندوق الأسبق لللجنة والعضو الشرفي مدى الحياة لللجنة الأولمبية المصرية على اختياره لمنصب نائب الرئيس للشؤون المالية بالاتحاد الدولي لتنس الطولة وقالت اللجنة أن الاختيار صدف أهله نظرا للمكانة الكبيرة والخبرة الطويلة التي يتمتع بها الدكتور علاء مشرف كونه أحد أعمد التنس الطولة في مصر فضلا عن انتمائه لعائلة صاحبة صاحبة تاريخ المشرف في تلك الرياضة حيث كان والده وفيق مشرف رحمه الله من أبرز الأبطال في تنس الطولة ونجلته اللاعبة دين مشرف بطلة مصر وأفريقيا قالت اللجنة الأولمبية يعرف مجلس إدارة اللجنة عن خالص التهنئة وخالص التقدير إلى الدكتور علاء مشرف على دوره الوطني البارز في خدمة الرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة تنس الطولة بصفة خاصة وعلى كافة الأسعاد المحلية والدولية وهو ما جعله مؤهلا لتقلد مناصب رياضية دولية هامة ليكون واجهة مشرفة لمصرين الغالية دوليا وعالميا الحقيقة يعني دكتور علاء مشرف يا جماعة امتداد لتلاميذ المدرسة الرياضية الإدارية في النادي الأهلي بصوا في كل الاتحادات يعني دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصوا للدورة الكام يعني الدكتور حسن محتكر هذا المنصب لدرجة أنه كل الأوروبيين ورؤسة الاتحادات في مختلف دول العالم ما عادش حد بينزر الأصاد وبقاله كم دورة بينتخب بالتسكية من الثقة الدولية والمكانة العالمية الكبيرة اللي فرضها وجود الدكتور حسن مصطفى على ساحة كرة اليد وجهة مشرفة جدا جدا لو افتكرنا هنفتكر عب منع موهبة عب منع موهبة اه اتحاد كورتسان عب منع موهبة شوية اه دراجل ترقص الاتحاد الدولي ايو عبدالعظيم العشري نفس الشيء في لدنا الدولية الأولمبية يوسف عز الدين كل دي مناصب دولية دكتور عمري علواني واحد من اهم الناس ربنا ادي له الصحة الأستاذ والكابتن الكبير عبدالعزي الشفعي اه اللي كان في اللجنة اللمبية المصرية وفي اللجنة اللمبية الدولية سنين اي وصاحب بصمة عميقة في الإدارة الرياضية اي وكان بطل كورة مية في النادي الآلي اي لأ تاريخ طويل ومزال دكتور عمري علواني يا جماعة نايم رئيس الاتحاد الافريقي لسنوات طوال للكورة الطائرة والدولي لسنوات طويلة الدكتور عمري علواني خلي بقى لك بقى كل واحد فيهم ايه دكتور يعني في المجال العلم يعني علامة شرف وده عبدالعظيم العشري عبدالعظيم العشري اسطورة كورة السلة مصطفى مراد فاهمي مصطفى مراد فاهمي سكرتير الاتحاد الافريقي ومراد فاهمي يا بريقي ورئيس قطاع البطولات في الاتحاد الدولي كورة القدم نظم بطولات الفيفا بصوا أبناء مدرسة الأهل الإدارية بالذات يا جماعة عشان الناس لما بتتكلم على التميز الإداري اللي النادي الأهلي فيه شوفوا مدرسة الأهل الإدارية مش بس الفنية يكلمك لغات أكتر من لغة في الإدارة خبرة مرعبة في القيادة الرياضية له بصمات في التطوير كل في مكانه الحقيقة يعني مبروك للدكتور علاء ومبروك لمصر إضافة مصرية في محفل دولي ودكتور علاء أيضا طبيب نابه صحيح في مجاله فإحنا فخورين بأبناء النادي الأهلي في كل مكان وأبطلنا الحاليين في مراحل يعني عندك دينا مشرف وعمر عسر وهنا جودة وهنا جودة وصلين إلى تاريخ في تنس الطاولة غير مسبوك بالنسبة للعيبة المصرية مصطفى عسل في السكواتي ومصطفى عسل بس ربنا يحوش عنه الناس المترصدينه وهو ما يساعدهمش وميار الشريف في التنس وميار الشريف بتاخد خطة لقدام بالصمرار في التنس لا النادي الأهلي عمال كل يوم يفرز وابطلع العب القوة على فكرة لهاب عبد الرحمن راجع بأرقامه إن شاء الله يكون له فضور والجمل في المطرق في الجولة والمطرقة لا عندنا 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 يعني الكثير من الأبطال وفي الكاراتي وفي ألعاب النزال وفي الجنباز العربي النهاردة بياخد مديليات عالمية في السباح السباحة طبعا دي تاريخها طول عمره النادي الأهلي يعني لازم يبقى فيه أبطال على مستوى العالم بس عايزين بقى مدالية إن شاء الله تخص النادي الأهلي في السباحة ألف وبروك للدكتور علاء مشرف هذا الاختيار العالمي رفيع المستوى اللي بيعكس قيمة كبيرة لواجهة رياضية تستحق كل التحية هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة